اللطيف بقى النفيس القاسم الاعلامي السوري المعروف في خناة دي الجزيرة قال لك اسمع بقى انت و هو السورة دي ايوة ايوة بسم الله دوس على الزراعة دي علوة هب برافا عليك لاحظوا كيف اسقط ضباع العالم حسن مبارا وزين العابدين وابو تفليقة بسرعة بينما تركوا كلب الشام في سوريا لماذا؟ لانه مطلوب تدمير سوريا بواسط الديل الكلب وديل الكلب ما ينعدل ولو علقوا فيه ايه ايوة كلام لمين؟ لفيسر مش لزوبع يعني ايه يا معلم؟ ركز في كلام فيسر فيسر شاطر ودماغه كبيرة اصلي فيسر مع دكتوراه من بريطانيا وكان بيشتغل في البي بي سي مش دماغ كده مفوتها بيقول لك اللي امه بيخلصوا في الحاجات دي بسرعة ليه ما خلصوش عندنا ليه؟ وهو عارف الاجابة ما خلصوش عندنا عشان احنا محتاجين كيس الزبالة اللي هناك في معركة صفقة الايه؟ القر وكيس الزبالة التاني اللي في العالم المصري المنطقة المصرية محتاجينه ليه؟ عشان صفقة القر عشان كده هو رايح فين دلوقتي المعلم السيسي؟ رايح على فين؟ لان المعلم الكبير قال له تعالى يلا تعالى يلا فراح وهو رايح حصلت له مشكلة سجل عليه تاريخ المعلم عفتاح السيسي في وقعة الوحات فاكرة المكسيكيين بربع عليك سيد كامو خمستاشر وستاشر ازان ستاشر يا راجل قول قول ستاشر طب جاملني يعني ما غلطت تقول تقول لي لا تسعى خمستاشر تسعى خمستاشر من عربع سنين فاكر انت لما اتناشر مكسيكي ابح فكرهم ارهابيين قوات نصرية تقتل بخطأ اتناشر منهم سائحون مكسيكيون ظنوا انهم متشددين يا اله فاكر الحكاية دي حكاية دي كانوا مكسيكيين وكان معاهم ما هذا الدماغ ري بص يا سيدي الجارديان امبالح الجارديان ايه امبالح ايوة 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 شو الخبر ده وحش قاوي وحش العفتاح قاوي 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 واحد من المكسيكان اللي ماتوا الجيل الفرند بتاعته امريكي وقيتك سودا يا مين يا فتاح لانه طلبوا قبل كده تعويضات الستة الامريكية اسمها اابريل كورلي من سان دييجو اهي ايوة ايوة هيا وده ده مات الدرب عليه ومات ودي عملت ميتة والضرب شغالت عورت وروحت الدفاكر لما وزرت الدفاع ووزرت الخارجية بتاعة المكسيك جات وقالت لهم هاتوا الجسس وراحت شايكت عليهم في زينهم بعانعة وقالت لهم يا ولادي وخدت الجسس ومشت وخدت وعملت تقديم تطبيق شرعي وقالت لهم احنا عوزين تعويضات مصيبة عالفتاح انه وقع في مين في اابريل دي اابريل كورلي دي راحت اابريل محركة قضية داخل امريكا او الله العظيم وقالت لك ايه قالت رأب انت بتدي سلاح للقاتل عبد الفتاح عشان يقتل بيه مواطنين امريكان او ماي جاد ايه ده اتو طلعت منين يا سيت قلت له لا 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 اسمع 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 انا طلبة تعوضات لوحدها حوالي اربعتاشر مليون دولار لا يعني ده تعوضات بسيطة وحركت قضية ضد الحكومة الامريكية لمنع المساعدات الامريكية هي العسكرية لان هذه المساعدات يا استاذ بتستخدم في قتل مين الامريكيين انما لو بتستخدم في قتل المصريين عادي عادي جد القصة دي بقى او عفتاح سمعني عفتاح السيسي سمعني المعلم بومبيو وهو في زياراته القاهرة او غير زياراته كلم عفتاح السيسي فيها قال له انت هتورطنا اكيد احنا احنا كده في مشكلة ده بيفكرك بقضية مين ها روجيني برافو عليك روجيني ولا تغديني يعني ليه الليه اه دي نفس القصة ليه بقى لان انا قلت لك ان الحجر الداير لابد من يوم من ايه من لطو العجلة وعدم الحرفية واللي ادعى بان فيه رابيين ومشنبيين يخليك تغلط بتغلط في المصريين عادي لهم رب انما تغلط في الايطاليين هتتنفخ تغلط في المكسيكيين والامريكان هتتنفخ مرتين رايح افتاح السيسي الامريكا والست كما ذكر الخبر بتقول بيقولك انها بتحرك قضية ضد الحكومة الامريكية لهذا الامر الحكومة المصرية عرضت مية وخمسين الف دولار كم يا معلم مية وخمسين الف دولار خل يا ست ابريل مية وخمسين الف دولار عاد الناس اللي قتلت اللي واحد اللي قتل صح مية وخمسين دولار احنا عندنا المواطن يا باشا بيت ايه تقل بمية جنيه بمية الف جنيه وخمسين الف جنيه ده اللي هو المواطن ايه ده محدسك الحديد اللي بيموتش الاسمه لش دي ده بيغراموا اهله يا باشا بالسلاح الامريكي يا باشا عوضا عن هي بقى الخبر بيقولك انها كانت طلبة اربعتاشر مليون سبعتاشر اربعتاشر مليون دولار في عشرين بيكان يا باشا ميتين وتمانين صح اربعتاشر اربعتاشر في اتنين بتمانية وعشرين في صفر جنبها بميتين وتمانين قول ميتين وخمسين مليون جنيه يبقى الصباح عند الست ابريل بكام يلا يا عام تفكر انا بتحك ده انا بقولك الحقيقة هي والله هي اه والله ابريل وإحنا في شهر ابريل جايب النكد على مين على عبده